في عام 1999 كان هناك يخت فاخر يدعى قرال آيلاند يقف في مرسى في مدينة انتيب الفرنسية. هذا هو اليخت صاحبه هو ثري سعودي يدعى عبد المحسن آل الشيخ. في ذلك العام داخل هذا اليخت حدثت جريمة. كانت معالمها غامضة هزت المجتمع الفرنسي الغني جدا. الجريمة هي سرقة هذه اللوحة. لوحة تدعى بوس ديفام. وهي لوحة لرائد المدرسة التكعبية الإسبانية بابلو بيكاسو. الفتاة التي في اللوحة هي دورا مار وهي عشيقة بيكاسو. كيف حدثت تلك السرقة؟ كانت تلك اللوحة معلقة على أحد الجدران داخل اليخت. الذي يقدر ثمنه في عام 1999 بأكثر من 70 مليون دولار. هذه اللوحة كانت هناك تحت نظام حماية انذار معقد. لكن بسبب أعمال الصيانة التي تطلبها اليخت في وقتها. قام العام المسؤول عن التحف الموجودة داخله. بحفظ اللوحة في غرفة أخرى داخل اليخت. بعد أن أقفل الباب بالمفتاح طبعا. ثم بعد عدة أيام اختفت اللوحة التي قدر ثمنها. في ذلك الحين ب 6.4 مليون دولار في ذلك الوقت. بعد عشرين سنة حل شخص هولندي لغز اختفاء تلك اللوحة. هذا هو أرثر براند. وهو مختص في تعقب الأعمال الفنية المفقودة. ويلقبونه بإنديانا جونز للأعمال الفنية. في عام 2015 سمع براند بأن هناك لوحة لبيكاسو. مسروقة يتم تداولها في هولندا. ليكتشف بعدها أنها لوحة بوس دوفام. وبعد سنوات من البحر تلقى اتصالا. من ممثلين عن رجل الأعمال الهولندي قال له أن اللوحة في حوزة عملهما. وكان يريد إعادتها. ثم أحضروا تلك اللوحة لشقة في أمستردام. ملفوفة بغطاء كرتوني وبضعة أكياس من القمامة. قيمة اللوحة الآن هذه تقدر بـ 28 مليون دولار. عادها براند لشركة التأمينة. التي كانت مسؤولة عن تأمينها عندما سرقت. لم تكن اللوحة هي التحفة الوحيدة التي عثر عليها براند. ففي عام 2015 عثر على تمثالين يحملان اسم خيول هتلر من عمل النحاة النازي جوزيف ثوراك. وفي العام الماضي عثر على فسيفساء بيزنطية. يرجع تاريخها إلى ما قبل عام 1600. عام هذه الفسيفساء سرقت من كنيسة في قبرص في سبعينيات القرن الماضي. ترجمة نانسي قنقر